فاكرين في السنين اللي فاتت لما كنا بنعمل أنشطة حركية نفهم بيها بعض المصطلحات الرياضيات لو قلتلكوا دلوقتي إزاي ممكن تعبروا عن التساوي تفتكروا هتمثلوه إزاي أنا واحد من التلاميذ عندي في الفصل مسك في كل إيد كتاب ورفعهم في نفس المستوى وقال إن ده التساوي يعني حاجتين قد بعض وأنا متأكد إن حد فيكو ممكن يكون فكر في كلمة التعادل اللي بنستخدمها في الألعاب الرياضية لما تكون النتيجة بين الفريقين متساوية إنتوا كمان تقدروا تبدأوا تسجلوا في أول نشاط تعرفكم عن إيه المقصود بالتساوي وإزاي ممكن نعبر عنه بالكلام أو بالأعداد هسيب لكم وقت تكتبوا في كتابكم وبعد كده نرجع مع بعض تاني بعد ما خلصنا الكتابة تعالوا الراجع مع بعض بنستخدم رمز التساوي وبنكتبه لما تكون القيمة الموجودة في الجانب اليمين هي نفس القيمة الموجودة في الجانب الشمال وهو ده مفهوم التساوي زي الميزان بالضبط الناحية اليمين بتساوي الناحية الشمال زي المثال مثلا لما أقول لك الواحد زائد ستة بيساوي سبعة فيه جنب موجود فيه سبعة والجنب التاني واحد زائد ستة اللي هو سبعة برضو طيب دلوقتي تعالوا نلاحظ المثلث اللي موجود عني المثلث اللي موجود معنا هنا في الكتاب عايزك تركز معايا علشان هنسجل ملاحظتنا مع بعض أكيد ملاحظين إن المثلث مكتوب فيه الأعداد 12 والعدد 3 وموجود فيه رمز اسمه بي الحرف ده تفتكروا معناه إيه؟ فاكرين في سنة تالتة لما أخدنا مثلث الحقائق واللي فيه كل عددين موجودين في أركان المثلث بعملية حسابية بيدوني العدد الثالث يبقى ده معناه إن إحنا شلنا العدد التالت من المثلث وبدلناه بحرف البي يبقى الحرف ده مكان عدد مجهول بالنسبة لنا ولو فاكرين في السنة تالتة وأنه بنكتب مكان المجهول ده رمز تاني زي المربع أو المثلث بعد ما كتبنا مع بعض ورجعنا اللي ملاحظينه عايز أسألكم تفتكروا المجهول ده اللي هو البي قيمته كام؟ أكيد لو كانت العملية داخل المثلث جمع هتختلف قيمة البي عنها لو كنت هتعمل عملية طرح يعني لو جمع قيمتها هتكون خمستاشر ليه؟ لإني لما أجمع تلاتة زائد اتناشر فالبي هنا هتطلع خمستاشر طب لو طرح هتكون كام؟ هتكون تسعة لإني أنا هطرح اتناشر ناقص تلاتة فالبي هنا أو العدد التالت هيكون تسعة وممكن تكون العملية عملية ضربة أو إسمة وطبعا في كل عملية زي ما شفنا إن قيمة البي هتتغير علشان كده بنسمي الحرف ده اللي هو البي بنسميه متغير أو القيمة المجهولة المتغير والقيمة المجهولة دي مصطلحات هنستخدمها كتير في درسنا النهاردة تعالوا نشوف المسائل اللي موجود فيها مجهول أو متغير هنحلها إزاي مع بعض باستخدام النمازج الشريطية في جزء تعلم في الكتاب في نفس الصفحة اللي احنا شغالين فيها في نشاط النمازج الشريطية تعالوا نقرأ مع بعض المسائل ونحدد المعلومات اللي فيها فرقم واحد موجود عندي خمس تلاف تلتمية تمانية وعشرين نملة في المستعمرة دي كده أول معلومة ودي بنسميها الكل وكمان موجود الفين مية اربعة وستين نملة من الإناس ودي المعلومة التانية ودي بنسميها الجزء طبعا بقيت عدد النمل من الزكور ودول عددهم مش معروف والسؤال هنا عايزين نعرف عدد النمل الزكور في المستعمرة تعالوا بقى نبص على النموذج الشريطي في كتابنا ايه هو الكل اللي موجود في المسألة اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو عدد النمل الكل اللي هو خمس تلاف تلتمية تمانية وعشرين يبقى العدد ده هنكتبه فين العدد ده هنكتبه في جزء الكل طيب ايه هو الجزء او الحاجة المعلومة الحاجة المعلومة اللي هو عدد الاناس اللي هو 2164 فيه هيتبقى لنا جزء تاني المطلوب مننا ان احنا نحسبه اللي هو العدد المجهول اللي هو عايز مني عدد الزكور اللي موجودة في المستعمرة ممكن نسمي المجهول ده بأي مسألة بأي حرف زي اكس او واي او زد او ال او ام فعلى سبيل المثال هنسمي الحرف او المجهول بتاعنا هنا هنسميه اكس وهو ده اللي عايزك تحسبه في المسألة تفتكروا لو عايزين في النموذج نحسب قيمة الاكس اللي معانا محتاجين نعمل ايه من العمليات اللي اتعلمناها تعالوا نسجل الاول على النموذج الشريطي وبعد كده نبدأ نحسب الاكس العدد الكل هنكتبه فوق هنا اللي هو 5,000 328 وعندنا جزء اللي هو عدد الاناس 2164 ومحتاجين هنا نحسب الاكس طيب ممكن حد يقولي ان احنا هنجمع ونكتب المعادلة كده طب تعالوا نكتب المعادلة هنا في الصفحة التانية هنكتب المعادلة اللي هي اكس زائد 2164 هيديني العدد الكل اللي هو 5,000 328 تعال نكتب ده اكس زائد 2164 هيديني 5,000 328 طيب حد تاني ممكن يقول ان احنا ممكن نطرح فنكتب المعادلة بالشكل ده هنكتب العدد الكل اللي هو 5,000 328 ناقص 2164 هيساوي الاكس اللي هو الرمز المجهول طيب دول شكلين من المعادلات عادي اننا نكتبهم والشكل الاسهل لنا هو شكل معادلة الطرح وعلشان نطرح ونجيب قيمة المجهول في المثال ده اللي هو الجزء مش الكل احنا تعلمنا استراتيجيات كتيرة للجمع والطرح في الدروس اللي فاتت تحبوا نحلها بانهي استراتيجية تعالوا نحلها زي ما تعلمنا في الدرس الخامس باستراتيجية الطرح المعيارية علشان نحلها باستراتيجية الطرح المعيارية محتاجين نسأل نفسنا قبل الطرح هل فيه ارقام محتاجة اعادة تسمية قبل الطرح تعالوا نشوف كده نكتب الخمس تلاف تلتمية تمانية وعشرين ناقص الفين مية اربعة وستين ونبدأ نطرح هنمشي قيمة قيمة تمانية ناقص اربعة اربعة اتنين ناقص ستة هي دي اللي احنا محتاجين نعمل لها اعادة تسمية لان احنا مش هنقدر ناخد ستة من الاتنين هنعمل ايه هنروح للتلاتة اللي في المئات هناخد منها واحد من المئات هيبقى بعشر عشرات هضيف العشر عشرات للتنين فالتنين هتبقى كم هتبقى اتناشر واقدر اقول اتناشر ناقص ستة ستة واثنين ناقص واحد واحد وبعد كده خمسة ناقص اتنين تلاتة وهو ده قيمة الاكس اللي هو تلات تلاف مية اربعة وستين وهو ده عدد الزكور اللي كان طلبه في المسألة تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأوا الآن اشتركوا في القناة